السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الآية دي في صورة النحل وفيها فوائد عظيمة جدا والمنبر ما بكفينا عشان نقيف مع كل هذه الفوائد لكن إن شاء الله نتطرق على بعض هذه الفوائد وكثير من المسلمين بيسمعوا الآية دي كثير بزات على المنابر في يوم الجمعة من كثير من الخطباء يختم الخطبة الأولى أو الثانية بهذه الآية وده ما من السنة ما من السنة أبدا إن الخطيب يوم الجمعة يختم الخطبة الأولى أو الثانية بهذه الآية فربنا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والآية دي جمعت كل الخير بل مناسبة كل الخير خير الدنيا وخير الآخرة وفيها زي ما قال الإمام السعدي رحمه الله فيها كل المأمورات وفيها كل المنهيات آية عظيمة جداً لكن تحتاج ليتدبر وتمعن إن الله يأمر بالعدل ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بالعدل والعدل هو شنو؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه دا العدل يا أخوان إنه أي صاحب حق يدو حقه كويس؟ وأنا من هنا دايرا كيف وقفة خفيفة مع شعار العلمانية المزعوم الهو حرية سلام وعدالة كويس؟ رفعوا هذا الشعار زوراً وبهتاناً بل مناسبة هم الشعار دا ما مطبق إنه رفع إنه ساكت وهم منهم لكن ما مطبق أقيف مع آخر كلمة في شعارهم عدالة طيب العدالة يا علمانيين العدالة إنك تدي أي صاحب حق حقه صح ولا غلط؟ صحيح هم ذات بوافقون في الكلام دا إنه أي صاحب حق تديه حقه طيب من أعظم أن يعطى في الحقوق من أعظم أحد في الحقوق الله سبحانه وتعالى يا علماني الله عز وجل إنتم قلت عدالة طيب العدالة دي إنه تدي أصحاب الحقوق حقوقها طيب وين حق الله سبحانه وتعالى في شعاركم المزعوم ولا الله ما عنده حق ولا الله أصلا ما فيه دي أسئلة يا علماني ما يا إما تقول لي الله ما فيه وبعدين تجي تجي هنا أنا إحنا والله نثبت لك إنه الله فيه لما تتكيف ذاته بس جرب تعال قل جرب جرب تعال قل الله ما فيه والله ننزل معاك عقل عقل بفضل الله عز وجل بالعقل نثبت لك إنه الله موجود بالعقل لأنه أنت بتقول عقلانية والعقل وما العقل تعال بعدين نشوف عقل منه الكويس نشوف العقول اللي بتقرأ كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نزكيها على الله ولا العقول المليانة الرأس بتاع بنقو والجكوك بتاع الحرقي تعال بعدين كل الشباب بيشوفوه هنا كويس الله عز وجل عند حق النبي عليه الصلاة والسلام قال وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وين حق الله ده يا علمانين وينه لما بتحاسب الناس الشال حق الله سبحانه وتعالى اعتداء اعتدوا على حق الله لمن يأي الصوفية يقول ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راهتي ده ما فيه اعتداء على حق الله ما فيه اعتداء على حق الله طيب وين العدالة يا علمانين وين العدالة لو فيه عدالة المفروض ده ليحاسبه صح والله خطأ المفروض يحاسبه على هذا الكلام لمن يأجو الصوفية كويس ويقول أنا للسماء بانيها قالوا أنا للسماء بانيها والله في القرآن قال أنا البنيت السماء وبنينا فوقكم سبعا شدادا الطمير ذا للتعظيم بنينا الباني واحد كما قال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها البناها منو الله عز وجل جوسوفية الختمية قالوا لا قالوا الشيخنا البنا السماء ده فيه اعتداء على حق عظيم ومن العدالة إنه صاحب الحق يرجع إليه حقه صح ولا خطأ بل عقل كويس وين ده كله وينه ما فيه العدالة عندهم إنه حقوق ما تعرف المرأة وحقوق الأي والأي ودي حقوق نحن ما من ننكرة بل نحن بند المرأة حقها أكتر من العلمانين أكتر من العلمانين يا أخي أداري أغطي المرأة أدارها حقها ولا أداري يكشفها في السوق داسي لما تمشي في السوق كويس أمشي للتجار بتعين الطماطئ قل لهم أنا الطماطئ مدي دارك شفها ما دارك خليها مغطية يجي الضبان يقع فيها تجي المطرة تصوب فيها تجي ركشة ماشى بفوق ليها كويس حيجي العلماني حيقول لا خلوا الطماطئ مغشوفة صاحب الطماطئ حيأخذ بكلامي أنا ولا بكلامي العلماني بكلامي أنا بكلامي أنا عقلا لأنه كلامي أنا فيه حفظي لطماطمه أما كلام العلماني فيه ضياع لهذه الطماطئ كويس إذا كان دم يسأل في أمري من أمور الدنيا فما بالك نحن دارين نغطي المرأة شما يجوا الضبابين أزيل العلمانيين كويس ولو جيد بنديك في لايتكس لطييرك ما بتجي ثاني يا علماني عرفته نحن دارين نغطي المرأة هم دارين يكشفوا المرأة ياتفين الخائف على المرأة أنحنا ولا العلمانيين أنحنا لشان ما تجي تدندن في أمور أنت ذول كذابية تجي تقول حقوق المرأة كل حقوق محفوظة حتى الحيوانات حقوق محفوظة في الشريعة الإسلامية لكن حق الله وينو يا علمانيين أنا بكرر الكلام ده كتير وين حق الله وبعدها لما تجي خاشي يا علماني لازم تجي مع كلامنا ده ما تجي تدفين لي كلامي وتمش تمرو لي بي غادي تدفين بي جاي وتطلع بينك لا أول حاجة تجي مع كلامنا بعد ذاك تجيب كلامك ده لو أنت أصلا بتفهم نغاش لو بتفهم نغاش عرفته ده حق الله عز وجل ثانيا قالوا العدالة وقالوا أنحنا ما دارين دين يحكمنا ما دارين دين يحكمنا قالوا أنحنا بنحكم نفسنا برانا وما دارين أي قانون إلهي يحكمنا نحنا طيب الكلام ده عقلا ما بيستقيم يا علمانيين عقلا لأنه الكون دا اللي انت قاعد فيه يا علماني حق منوه ده سؤال الكون حق منوه حق الله عز وجل يبقى من العدالة إنه يحكم الكون سيده صح ولا غلط عقلا من العدالة إنه يحكم الكون منه سيده وسيده منه الله سبحانه وتعالى كويس العلمانين ده يذكروني مثلا القالوا ما دارين دين يحكمنا اتخيل معاي زول يمشي شركة دار يدعين موظف ولا غيره يخش على المدير يقول لأول حاجة أنا ما دارك إنت تكون مدير نمرة واحد ده يا داب جايب إنه يدعين إنت ما تبقى مدير أيوة وتاني والموظفين ده لكلهم تغيرون كلهم ما عاجبني والله شكلهم ما ظريف كلهم تغيرون وتاني والمصنع ده ذاته يدغير برضه اتخيل معاي ده المدير حيعمل لشنو ممكن يديك بنية يقول لك زاته يتجابك لنا شنو هزر مصنع ده حقبوك صح ولا غلط يازلت ما من حقك بتاكل في المصنع ده يرتجي تغير المصنع كله من أوله لآخره بمزاجك ساكن بي نفس المفهوم العلماني عايش في كون الكون ده حق منو حق الله سبحانه وتعالى بيأكل من حق الله بيشرب من حق الله بيتنفس بيحق الله بينوم بيحق الله بيصحب بيحق الله بيبول بيحق الله بيبول ممكن ربنا يحبس ليك بولك يا عالماني تنطيط زي الأرجوز والله العظيم يحبس ليك بولك والله ما تلقى طريقة اتخيل معاي بعد ده كله يجي يقول يا الله لا انت ما بتحكمني وين العدالة العدالة وين لما تأجي يا عالماني تقول لي الكون ده حقنا ونحن الخلقناه ونحن المسيطرين عليه ونحن البنأكل وبنشرب ونحن البنحي ونميت بعد داك أن احنا بنتنزل معاك إنه من حقك تحكم نفسك برك وما يحكمك الله عز وجل لكن دي ما بتقدر عليها مستحيل وما حتقدر عليها ونتحداك والله تجي هنا الكلام دا بالعقل يا علماني بالعقل إن الله يأمره بالعدل شاداري بإنه الشريعة الإسلامية دي فيها العدالة الحقيقية ما العدالة بتاعة العلمانية أبدا العدالة الحقيقية يا أخي مين مين في الشريعة الإسلامية مالقة حقه مين من المالقة حقه من الذي ظلم يا أخي الله قال وما ربك بظلام للعبيد ليه ما ظلام الله عز وجل لكمال عدله سبحانه وتعالى مش لأنه عاجز عن الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى يا أخي العبيد بيعصو يعصو الله عز وجل في كونه ويقل من أرزاقه يعصو إبارزو بالمعاصي بل يؤذو الله كما جاء في الحديث يؤذين ابن آدم وجاء في الحديث يشتمني ابن آدم بعد كله الله يقول وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد يا أخي حتى الكفار الكفار إذا عملوا عمل خير في الدنيا الله بيديهم حقهم ولا ما بيديهم الله بيديهم حقهم حتى لو عملوا عمل خير هنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ياتو عدالة انتو البدنا دبي يا علمانيين ياتو عدالة المالي قيتوها في الإسلام عشان تخدتوا الإسلام بالجنبة وتي تقولوا لا نحن دائرين عدالة ياتو عدالة المالفي في الإسلام ما لو ما لقيتو العدالة في الإسلام خلاص نحن بنوافقكم تمشي تشوفوا العدالة في مكان تاني وما بتلقوا في أي مكان والله لو لفيتوا الكون دا كله ما هتلقوا عدالة كالعدالة التي في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام أمدا والله والله أبدا والكلام ده أعلن بالتحدي أعلن التحدي مرارا وتكرارا إن الله يأمر بالعدل والإحسان شوف الآية دي عجيبة كيف يا أخي الآية دي الآية دي تدير بيها أمم الله والله يتدير بيها الدنيا دي كلها الدنيا دي كلها والله يتدير بهذه الآية والله يتصلح لك اقتصاد العالم كله هذه الآية العظيمة الإحسان الإحسان فيما بينك وبين الخالق أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده الإحسان الإحسان مع الخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال وخالق الناس بخلق حسن هل الكلام ذا في العلمانية موجود؟ العلمانية ما فيه خالق الناس بخلق حسن والله ما فيه كلام زيدا لأنه دارين يلعب بأعراض الناس العلماني البيجي في التلفزيون ويقول البيت ما تتحجب وتطلع الشارع متبرية وعريانة ده دار يلعب بأعراض الناس وين الآن الخلق الحسن؟ الخلق الحسن إنك تبزل الخير للناس كويس؟ وإنك تكف شرك عن الناس وإنك تصبر على أذى الناس ده ما فيه إلا في الإسلام شوف نحن الآن قاعدين نصبر على أذى العلمانيين والله قاعدين يؤذونا في مكان كثير بنصبر على أذىهم ونحتسب الأجر عند الله عز وجل الإحسان ده وين؟ الإحسان ده في الإسلام موجود في الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة إيتاء يعني إعطاء وإن كان الإعطاء هنا جاء بذي القربة لكن الإعطاء عام الإعطاء عام لكن هنا جاء مخصص بذي القربة لبيان أن حق ذي القربة من آكد الحقوق زي ما قالوا العلماء الإسلام فيه إنك تدي غيرك تدي غيرك إيتاء تطلع قروش منك حقك إنت طلعته إنت بعارك جبينك تدي لي غيرك بالله أحسن من كده فيه وإن أحسن منك حقك إنت مع إنه لو ما طلعته الماء واجب لو ما طلعته يتمامه لم الماء واجب الشرق عليك يتمامه لم لكن بعد كله أنت بتطلع حقك تدخل يدك في جيبك تطلع تدي الفقراء تدي المساكين تدي أهلك ديل وتدي ديل وتدي ديل يا أحسن من كده ده يريد شنو تاني يا عالمانيين أحسن من كده ده يريد شنو عليك الله وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والفحشاء عام يشمل أي فحشاء كل ما كان متفحشا من الذنوب شرعا وعقلا وعرفا ده الفحشاء يدخل فيه الشرك بالله عز وجل يدخل في الفحشاء كويس كويس يدخل الإشراك بالله عز وجل في الفحشاء ربنا بينهى عنه يدخل فيه الزنا ربنا ينهى عن الزنا وإن تقال النهي عن الزنا ده ساكد فيه خير يا أخي خير للناس شاكد الله قال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا يا أخي ما في جريمة بتاعت زينة وقعد ولقال لها حلول ما تقدر تحيل الأصل قدر ما تحاول ترقع بي جاي تلقى بي جاي في ثقرة ترقع بي جاي تلقى بي جاي في ثقرة ما بتلقى لها حلول أصلة الآيات لسه فيها فوائد وأنا دار أمشي قدام لسه لكن بفتح فرصة بالحوار والنغاش فيما ذكر نعم